موسيقى 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 بفقرات مثل تكنولوجي منحكي مرات عن تقدمات الجادجتز طبعا كل يوم إن كانوا تليفونات تابلتز مكانات بالبيت تعرفوا كمان المكانات اللي بنستعملها بالطب عم تتقدم كمان وعم بتساعدنا يكون عنا بركة طرق أسهل وأفضل وبتحسن نواية الحياة لنحل بعض المشاكل هلأ في مشاكل مثل السرطان يعني ما في بقى يوم أو بيت أو هذا إلا ما نسمع بهالمرض خاصة بالحال اللي عم نعيشها ضيفة بطوب ستوري هو بروفيسور نيكول أزوين أهلا وسهلا فيك حضرتك رئيس قسم الطب الشعيعي بمركز كليمانسو طبي ورح نحكي عن التقنيات الجديدة أو على كل حال عم تستعمل حاليا لمحربة السرطان فالسؤال الأول هل فعلا في تطورات جديدة هل فعلا في تقنيات جديدة عم تستعملوها وعم تعطي نتيجة لمحربة السرطان أكيد محربة السرطان تغير كثير من ما كان من عشرة وعشرين وثلاثين سنة المحربة السرطان العلاج عادة في ثلاث أنواع علاجات يا علاج جراحي يا علاج كيميائي كيميوترابي اللي هنه أدوية بنعطوها بالمصل يحبوه وفي العلاج الثالث هو العلاج بالطب الشعيع أو راديو ترابي هلأ راديو ترابي ترتكز على التكنولوجيا وهذه التكنولوجيا تغير كثير يعني الثورة التكنولوجية الموجودة بالسيل فون بالآيباد وبالكمبيوتر نفسها هي زيتا صارت بهذا الدومان الراديو ترابي تنوب الشعيع يعني إذا بدنا نرجع تقريبا لأتسعمية وستين أول مكانات كان فيهون كوبالت يسمون يعني فيها مادة مشعة وهيدي عطيت ريبوتيشن مش منيحة يعني سيت مش منيحة للطب الشعيع لأن هولي كانوا يحرقوا الجلد يعني إذا بدنا نسيب تورم خبيث يعني بداخل الجسم الجلد با تحترق مش ناك كنا نقولوا يعني عم عطيت سيت كتير سيء إنه الطب الشعيع دايما بدي يحرق الجلد هلأ من بعد كم سنة اخترعوا أول بسمه أكسلاتور لينيار اللي هي تطور بسيط نسبيا على الكوبالناء أول أكسلاتور لينيار كانوا بطئين جدا يعني ما كان عندهم هالتكنولوجيا القوية وما كان فيه كومبيوتر يعني كان حكيم على الإيد بدي يعمل حسابات يدوية اللي يشوف كيف بدي يوصل هالدوز هالكمية من الأشعة للتورم وما كان عنده لا سكانر ولا يرقام لا يعرف وين هالتورم الضبط يعني كان يجرب يصيب منطقة كتير كبيرة اللي يجرب لا يكون بداخل منطقة بدو بدويها من هون كان فيه عوارت يعني سلبية كتيرة هلأ بأول ثمانينات مع ظهور السكانر والتطور الموصر الموجود الإيكوغرافي بلشوا يعتمدوا بتقانية متطورة صارنا قدرين نعرف هلأ طب كتير مرات الأبحاث بالطب بتستفيه من الأبحاث اللي بتصير بغير دومينات يعني مثلا بالطب الشوعي الأول برامج لنشوف كيف بدنا نوصل هالشوعاع للمنطقة ما كانت ما بلش بالطب بلشت ببرامج اخترعوا الـ FBI بالطب الشرعي لحتى يشوفوا كيف الرصاص عم تقطع لنفترض فيه ثلاث أشخاص أطلع نارع شخص بلنشوف أي هي رصاصها القاتلة فالـ FBI طوروا صوفتورات لحتى يشوفوا كيف هالرصاصة مجرى هالرصاصة بجسم الإنسان فالشركات اللي بتنتج طب الشوعية أخذت هالسوفتور وطورته لحتى يصير بدل ما نشوف مجرى الرصاصة نشوف مجرى هالطب الشوعية كيف بدي يقطع بجسم الإنسان يعني كيف عطول بنكتشف اللي بدنا نكتشف ولكن عبر الطريق الغلط كنا رايحين لمحل موصل لمحل التاني صح وكتير مرات بالطب نستفيد من اكتشفات صارت أيام عسكرية يعني يعني من نعرف الإيكو يعني هنا اخترعوها لمشان يلقى تغواصات أو شي نفس الشي رادار يعني اللي يكتشفوا الحرب عميد التاني بالحرب صار منستعمله للطيران المدني يعني كتير مرات الإشرة مطبقة بالطب نستفيد من اكتشفات موجودة غير مطرح المرحلة التانية هي روبوتيزازيون يلي الروبو يلي أكيد المراكز الدفاعية بأمريكا اخترعوا كتير روبويات وبنسمع بالدرون نفس الشي الشركات اللي بتصنع سيارات مثلا من زمان كان على الإيدي صنعوا مثلا جنرال موتورز بديترو تخترعوا روبو يلي هو بيدهن السيارة وبيلحم فهل هالروبوتيزازيون اللي اخترعوها كمان تحرك بطريقة سلسة وتقدر تسيب الهدف بطريقة روبوتيزازيون نفس الشي الطاولة اللي بنام علي المريض وتمنام العلاج في شركة شركة بأولمانيا اسمها برينلاب كمان عمليت طاولة روبوتيزة فيها تتحرك بكل إنتاج 6 درجات فيها حتى تعمل روتاسيون هذه كمان أخذتها من صناعة سيارات وصناعة روبوتيزازيون هي الدفاعات مدنية شغلة تانية تطورت هي تطور البرامج يعني متذكر من 15 سنة وقت كنا نعمل كالكول أو حسابات كيف نوصل الأشعة كنا نعملها نجيب 12 كمبيوتر IBM يعني أهم ما كان بوقتها كمبيوترات نوصلهم مع بعضهم كل مرحلة احتيسبية تاخد معنا 3 ربع ساعة لنعمل مرحلة واحدة نبقى أيام 3-4 أيام أو 5 أيام نمشي 12 نعشوا كمبيوتر مع بعضهم لنلاقي برمج المريض واحد أكيد تطورت التكنولوجي صارت تسمح لكم تاخدوا وقتها قل تسيبوا أحسان تريحوا ولكن المهم بحديثنا وهذا بعتقد الناس سيركزوا عليه من ناحية العلاج قد يصر فيه تحسن وقد يصر فيه فعلا نستطيع نساعد المرضى أنه هالأورام الخبيثة تخف إلى حل نحن نحن بس بالطب الشواعي وتسيب الهدف أكثر وتمنع الإشعاع يوصل على الأنسجة السليمة وتخفف العوارد الجانبية ونحل الكمية الأشياء نعطيها للأمراض الخبيثة ونسبة الشفاء تزيد يعني إذا أعطيك مثل في دنمارك من حوالها 15 سنة كان مكانات الراديوترابية عددهم قليل كان في كتير وكانت نسبة الأولى من الموت في دنمارك كان السرطان المرضى لم يكن يقدروا يوصلوا لطب الشواعي صاروا العالم يتظهروا بالطرقات ويزار تصحة اشتروا كتير مكانات وهلأ نسبة الوفاة من السرطان في دنمارك قشطت بشكل ملحوظ فكتير مهم هالمكانات تكون موجودة والمرضى يكون عندهم أكسي نقدر يعمل علاجات الأنسجة السليمة قبل ما كنا نقدر ما نميز بين الأنسجة المنيحة ومشنيحة كلها تتضرر نصل لدوز معين كمية معين أشعة ونوقف ما نقدر نعطي كمية أكتر فهالشغل يعني مثلا أعطيك مثلا تقنية بإذن تورم بالرئة بعضهم بلش ونعمل استقصال جراحة يعني ستاد 1 و 2 هلأ في تقنية اسمها نعطي كمية عالية من الأشعة عبسها النقطة التورم مع العلم أن المريض يتنفس وقت يعني هالتورم يتحرك ونقدر نصيبه بدقة نسبة الشفاء مثل الجراحة بس نوفر على المريض الجراحة يعني نسبة شفاء بالـ 95% بهالتقانية هها ما كانت موجودة من كم سنة وهذه أشياء أخذناها من أنظمة العسكرية أو الدفاعية اللي هني مثل ما عندهم هلق صواريخ ذكية فيها تلحق الهدف هو متحرك فنفس الشي هول الشركات أخذت هالبروغراميات وهالسوفتورات وطبقوها بشي اسمه سيستام جايتينج أو 4DCT اللي هو سكانر مع البعض الرباعي فينا نعرف كيف هالتورم عم يتحرك مع التنفس ونلحقه بكاميرا انفراراد ونصيبه على الهدف يعني قدرين نوصل للهدف لبدنية قبل كان هاي كنتين مرات يفتفشل العلاج الشواعي لأنه ما كان نقدر نحقق اللي حبين نحقق أن نوصل كمية الأشعة لبدنيةها بالمنطقة لبدنيةها بهدف متحرك ما كان نقدر نشوف هالهدف المتحرك تقنية الأشعة ليش بتحرب الورم هلأ شو بيصير بقلب هالأنسجة الخبيثة اللي عم تتكاتر بشكل غير طبيعي بجسمنا شو بيخلي أنه هالأشعة عم بت يعني شو عم نعمل عم نقتلها عم نخففها عم نقتلها قدرتها لتتكاتر شو اللي عم بيصير فعلا بقلب الجسم نعم بيصير اكتشفنا من مدة طويلة أنه العلاج الشواعي بالأدئان يعني بالكروموزوم تبع الخلايا السرطانية بيقدر يكسرون وبيقدر حتى لو أثر على الخلايا فبس من يقطعوا بيسمونه الميتوزيس يعني هي خلية بتصير خليتين فيه تشيكبونت فيه مثل حاجز هيدا الحاجز بيتأكدوا إذا الكروموزوم تبع الخلية سليم أو لا بس من هيدا الحاجز ينتبه أنه الكروموزوم تبع الخلية السرطانية معطوب بيعمل مثل فلاق يعني مثل بيعطي خبر لجهاز المنيع بجسم الإنسان أنه هيدا الكروموزوم تبع الخلية مضروب جسم الجهاز المنيع بيجي بيقضي على الخلية السرطانية لأن الخلية السرطانية زكاها أنه بتخلي الجسم يشوفها أنه هي صليمة صح مش ناك الجسم ما بيتخلص منها بس ما نكسرها الأداءان تبعولها هالجهتين وهالخلية الخلية السرطانية بتضمط تتكوتر يعني خلية بتصير اثنين بيصيروا أربعة اثمانة هي عم تتكوتر مجبورة تقطع بحاجز معين ليتأكد إذا الأداءان تبعولها سليم أو لا وهالمرحلة إذا اكتشأ الجهاز المنيع بيكتشف أنه هيدا الأداءان هالكروموزوم منه سليم وبيقدر يقضي علىه يعني هلاج الشوعية بيقتل خلية السرطانية بطريقة غير مباشرة مش بطريقة مباشرة مش هو بيقتل على دغري بيقتل عبر الجهاز المنيع أي أنواع سرطان يعني بنسب لطب الشوعية لنسوية لأنه ببعض الحالات مش هيدا الحل الأول الذي نتوجه له صح أن معظم السرطان تقريبا بحاجة للطب الشوعية مش كلهم هذا حسب بروتوكولات يعني كل نوع سرطان حسب أي مرحلة منه في بروتوكول بين عمل يا مثلا منبلش أيام عالي شوعية بعدين جراحة أو أيام جراحة بعدين عالي شوعية وكيمياء في بروتوكول بين عمل لكل نوع سرطان بس بمعظمهم يعني تقريبا يستعمل طب الشوعية بمرحلة أو أخرى من السرطان نعم كنت عم تقول أنه في ثلاث طرق لمحاربة السرطان ولكن مؤخرا عم نقرأ وعم نسمع أكتر بشي اسمه إمينو تغطي يعني زيد عن الجراحة عن الكيمو وعن الرادياشن في الإمينو وهل في اتجاه لهذا الشي وإذا في اتجاه لهالنوع من التقنيات حيث الجسم بيصير يحارب منه لوحده للسرطانات هل هذا بيعني أنه طب الشوعية بنحط بنهيل اللين أو بيضل له دور يلعبه بالمستقبل الإمينو ترابي يعني إذا بدك مع الشيميو حتى يطلع أن هي أدوية أو بالمصر الإمينو ترابي موجودة إلى فترة إلينا يعني حوالة 60 سن نستعملها بس بمراحل بداية يعني بسرطان طبع المابولة الفيسيم نحط بسي جي اللي هو طعم للتوبركولوز نحطه لحتى بس ما نكون في سرطان لحتى ما يعاود هلأ أتطور آخر فترة أتطور كتير بس مش بحل محل إله دور بس بعد مش هو بحل محل إذا بدك الشيميو إله دور حسب أي مرحلة أي منطولة لأنه مش دائما بيزبط أحيانا بنستعمل وقتها بتفشل الكيميا أو بيفشل غير علاجات بس بعد يعني بعد بدنا كم سنة يمكن يصير يمكن إله دوره يعني بيصير أهم بس ما بتخير يحل محل كل هيدا لأنه بس نطلع على أمراض السرطانية أمراض سنتين من مرض واحد هي عائلة أمراض يعني في قلوفات الأنواع من الأمراض السرطانية مش نيك بدنا ننتبه أنه كل نوع سرطان رح يتم اكتشاف إله دواء معين أو إيمينوترابي معينة أو علاج شوعية معينة مش أنه رح يكون في علاج واحد يحل كل أنواع السرطان تعرف أنه عم نحكي عن التوم الشوعية لإله دور بمعالجة السرطان ولكن كمان في مقالات تحكي عن أنه هل هذه الشوعية إجمالًا تسبب السرطان ببعض الحالات نحكي مثلاً عن لما واحد يعمل كثير سكانر كثير تصوير مكانات مرقبة بالمطار شو رأيك كأخصائي هل نحن هل هو سلاح ذو حدين هالراديو هالراديو ويفز هالإشعاعات اللي عم نقطع فيها هو مظبوط الأشعة فيها تسبب السرطان بحالات نادرة وبتاخد من فترة كتير طويلة بس ما تنسى حتى بدون ما واحد يعمل سكانر يعني واحد بس وجوده على الأرض عم بياخد أشعة من الشمس وتم نأخذ تيارة مثلا من هون لأميركا مل كأنه واحد عامل صورة إكسراي لأنه من نطلع بالأتموسفير منقرب على الشمس بنأخد أشعة كتير مثل ما بنعرف كتير عالمة أو في جرانيت ببيتهم جرانيت صخرة مشعة دونك الجسم الإنسان كل الوقت معرض لكمية قليلة من الأشعة وهالشي بيتعود جسم الإنسان يصلح الدرر اللي بيسببه بالأشعة مش ناكي وقالا كنا كنا بنعمل سرطان بسبب الأشعة بس كل الوقت نحن معرضين قبل ما نخلق لا لا كل الوقت معرضين في حتى جاز اسمه رادون بيطلع من الصخر يعني أيام بس ما ننزل تحت القرد ببيزمن أو بشيء ونتنفس هذا الجاز اللي مشعل اسمه رادون دون كل الوقت جسمنا معرض للأشعة بس مش معناتها كل ما تعرضنا الأشعة رح نتسبب بالسرطان هشاغل منيح لأن جسمنا بيصلح الدرر الى حد ما الى حد ما يعني لأكتر شي حساسين على أن الأشعة هن الأطفال مش ناكنا عدين ما متجنب إذا مرها مستقيمة أو أطفال لأنه نعرض لأشعة هن اكتر حساسين من الكبار بالعمر نعم في أمراض مثل مراض الإنفوينزا بيتطور سنة عن سنة هل السرطان من هالنوع من الأمراض اللي بتتطور وبيصير بدأت تأقلم بدأت تأقلم الطب بشكل جزره أو الاستمرارية بتحسين الأدوات والأدوية هو كيف لنحارب السرطان؟ لا السرطان بيتطور أيام مع الشخص يعني بيبلش بيمكن سرطان معين ما بنعطيه علاج كيمائي معين يمكن أول مرحلة يتجاوب بعد يمكن أشهر بيصير فيه عنده رزيستانسي عنده مناع هذا العلاج كيمائي نضطر نغير نوع العلاج الكيمائي أحيانا بيتطور هلأ الشيء اللي منيح عم ندرس بعض الجينات عم نبعثهم في تاستات بنعملهم بالولايات المتحدة بنشوف فيه نعرف إذا هذا النوع سرطان على أي نوع كيميا حساسي قبل ما نعطيه الكيميا هذا عم بيصير وفيه دراسات أيام حتى بعض التاستات كمان على الجينات على الخزعة اللي بيخدها الجراحة بتنبعث لبعض المختبرات المتخصصة فيه تقلنا إذا الكيميا رح تفيد لهالمريض أو لا إذا فيه استعداد لهالجسم بشكل خاص وقديه رح تفيده يعني فيه نعمل سكور معين وسيحتى فينا نقرر خاصة الحالات لبوردنلاين إذا رميدية مش عارفين إذا على الأكيد رح يستفيد المريض من الكيميا أو لا فيه انبعث عن مختبرات المتخص بره بيعطي سكور للحكيم بيتطلب هذا سكور بيقوله المريض مثلا إذا عطينا كيميا رح نستفيد هالأدي بورسنتاج أو ما رح كتير نستفيد مش نهاكي ما رح نعطي كيميا هذي عم نتجه بسمه تارجيت تريتمين وبرسوناليز تريتمين يعني مشخص لهذا الشخص مش إنه كل المصابين بسرطان ستادي بنعطيه نفس العلاج بدنا بالعكس نتطلع كل حالة بحالتها نشوف شو رح يستفيد هل الطب الشوعية رح يفيدون أو لا شو الكمية لازم تنعطها لأي منطقة من جسم الإنسان ليستفيد المريض هذا اللي عم يصير إتجاه حاليا بأنه علاج سرطاني مخصص لكل شخص بشخصه برسوناليزة مش إنه العلاج على الكل بيتطبق فيك في جسم الإنسان يصير عنده رزيستانس للأشعة مثل ما بيصير فيه رزيستانس لبعض أنواع الإدوية في بعض السرطانات مثل الأستيو ساركوما يلي هو نوع نادر من السرطان بالعظم هيدا بتجاوب على الأشعة بس عكمية عالية جدا يعني عنده رزيستانس معينة هيدا بس الشي اللي بنيه أنه مع التقانيات الجديدة مثل ما كنا نعطي كتير علاج شوائي للأستيو ساركوما هيدا النوع سرطان بالعظم لأن ما كنا ندرين نعطي كمية أعلى من أشعة بدون من سبب ضرر بليغ فكنا نتجنب هلأ بالتقانيات الجديدة صار قدرين علي كمية الأشعة اللي نعطيها للأستيو ساركوما نتجاوب هو أكتر النوع سرطان إذا بدك عنده رزيستانس عنده مناعة للأشعة بس هلأ مع التقانيات الحديثة قدرين نتغلب على المناعة نحن عم نعطي المريض كمية أشعة أعلى دكتور أو بروفيسور قبل ما ننهي حلقتنا فيها نحكي عن أنواع سرطانات معينة بالسنين المؤخرة يعني بالسنين الأخيرة صار طب الأشعة عم بيقدر أكتر يساعدها أكتر يحاربها أو باركي شو أكتر أنواع سرطانات اللي بتتجاوب على طب الأشعة فيه مثلا سرطان البروستات من زي ما كنا نعمل بس علاج جراحي هلأ المريض فيه ما يعمل جراحة ينقي بس أنه يعمل علاج شوعي على الحل والنتيجة تقريمة مثل الجراحة في بعض التورمات بالرئة إذا كانوا مبلشين جديد فينا نستغني عن الجراحة ونعمل علاج شوعي مركز نستغني المريض نهائيا عن جراحة بعض الحالات وأكيد بالأجهزة الجهاز الهضمي له دور كبير سرطان اللي بالقلب دماغ بعض السرطانات إياه ما منقدر نستقصلها جراحية منها تشوعة أو منستقصل جزء منها ما بيقدر جراحة شي لكلها لأنه بسبب خطر يعني ممكن شلل أو شي على المريض فبيستقصل جزء من هالتورم ونكمل علاج بعلاج شوعي وهذا الحلو في بعض السوفتورات يلي بيستعملون جراحين لدماغ بغرفة عملية حتى هلأ جراحة دماغ هو عم يعمل عملية ما بقى يعملها مثل من زمية بيستعمل شي اسمه نافيغاسيون يعني بيعمل إي أرآ معين هو بالعملية هالسوفتور بيقل له وين هو موجود الانسان الحلو أنه نفس السوفتورات فينا نخدها نشوف قدي استقصل ونحطها بالجهز الأشعة على البرامج نعرف أنه ما سنستقصل ثمين بالمئة وين بقيت هالعشرين بالمئة لنركز عليها الأشعة لك هيده كمان صار فيه كوبراسيون بين سوفتورات بين البرامج يلي بيستعملوها جراحين دماغ بغرفة عمليين والأخصة بالطب الشوعي بالطب الشوعي كل اللي عم نحكي فيه هو شي موجود بلبنان يعني هولي أنواع علاجات من اتبعها بهالتقنية بهالتقدم بهال أكيد موجود بلبنان أكيد مش بكل المراكز بس صار موجود بلبنان أنا إلي حوالي ممكن 16 سنك بللات المتحدة يعني جيت من سنة ونصف على لبنان يعني نوعا ما هدف لنطور هالتقنيات وجيبها التقنية اللي تم تطويرها بلات المتحدة لنجيبها على لبنان ونطبقها في لبنان لناخد نتيجة أفضل يعني بس حاليا موجودة باللبنان صاريت ومثل ما في عدة أنواع عدوية في عدة أنواع أشعاء أو عم نحكي بيعني نوع أشعة واحد وبوايف واحدة يعني هيدا بس إذا فينا ننهي نفسر هذا الشيء لا الأشعة لا يعني مش كلبة البعضة هي إذا بدك ما تيرهي فوتون بالنهاية بس الطريقة اللي بتعطيها وكيف معتوه أكيد في فرق كبير يعني هيدا مهم كتير المريض وقت يكون عم بشوف حكيمه اختصاصه بالشعاء يسأله يعني يفوت على الإنترنت يقرأ يسأله أي نوع تقنية وكيف والدوز والخريطة العلاج يعني يكون عم بيسأل أسئلة مثل مرضى بالولايات المتحدة بيأخذوا خريطة العلاج بيسألوا أسئلة نوعا ما زكية لحكيمهم ليعرفوا بالضبط كيف بتنعطي الأشعة مش إنه عندي عشر جلسات أو خمسة وعشرين جلسة أو جلسة واحدة فأكيد الأشعة بتختلف كيف بتنعطها وشو التقنية والبرامج تنعطها أكيد بتختلف كتير بخوفيسيو نيكول آزوين مرسي على كل المعلومات اللي اعطيتنا إيها عن أحدث التقنيات بالطب الشعاعي لمحاربة مرض السرطان بريك ومنخبركن واتسو أنام تيلي اشتركوا في القناة